على وقع الجهود السعودية المتعلقة باتفاق جدة بين الشرعية والمجلس الانتقالي تستمر الجهود الأممية المرتبطة باتفاق السويد بين الشرعية وميليشيا الحوثي حيث وصل مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفث إلى صنعاه لا توجد تفاصيل معلنة لطبيعة زيارة المبعوث الأممي لكن المصادر المطلعة قالت إن لها علاقة بالضغوطات التي تمارسها الأمم المتحدة بهدف إحياء اتفاق سوكهولم ما يعني أن جريفث سيبحث مع القيادات الحوثية مسار التقدم في الحديدة ومن المتوقع بحسب المصادر مناقشة ملف الأسرى والمعتقلين وهو الموضوع المتعثر في اتفاق سوكهولم والذي لم يحرز تقدم حقيقي فيه رغم كل المحادثات التي عقدت بشأنه في العاصمة الأردنية في الوقت الذي قد تحظى فيه مبادرات فك الحصار عن تعز بجزء من المناقشات الأممية مع ميليشيا الحوثي الزيارة الأممية أتت مع تكثيف دولي متواصل باتجاه التهديئة بين الحوثي والسعودية وهي التهديئة التي تحدثت أنباء غير رسمية عن حدوث لقاءات بين قيادات حوثية وسعودية ثلاث مباحثات سابقة جرت بين مسؤولين أمريكيين وحوثيين في مسقطة وهذا التطور في مسار العلاقة بين الحوث والسعودية قد يلقي بظلاله على اللقاء الجاري بين الحوثيين والمبعوث الأممي لا جديد في الحراك الأممي في صنعاه سوى أنه يترافق مع الحراك السعودي في عدن وكل الطرفين يتحاولان مع كيانات متمردة على الدولة وتفضي النتائج وفق مراقبين إلى إضعاف سلطة الحكومة وتعزيز مصادر قوة الميليشيات أو على الأقل إضفاء الشرعية الإقليمية والدولية عليها